الله ونعم الوزير وعيونهم على أبواب سجن هبرة ترقباً للحظة التي سيفرج فيها عن ذويهم المختطفين والتي ظنوا أنها باتت قريبة تباعد الميليشيا بينهم وبين أملهم تفاجأت أسر المختطفين بنبأ اختفاء أبنائهم الصحفيين من السجن الذي كانوا فيه ونقلهم إلى جهة مجهولة فالأمهات توقعن رد فعل مختلف إكراماً لضفائرهن التي أحرقت ولأمعاء أبنائهن الخاوية لأكثر من نصف شهر في بلاغ صحفي صادر عن أمهات الصحفيين حملنا الميليشيا المسئولية عن سلامة أبنائهن وجددنا مطالبتهن للحكومة وللمجتمع الدولي ولمجلس الأمن ولمبعوثه ولد الشيخ التحرك الفوري لإنقاذهم خصوصاً وأن حالتهم الصحية في تدهور مستمر أن هذه اللجنة ما زالت اليوم من أكثر اللجان تقدم في واقع الأرض من ناحية التفاقيات ومن ناحية التفاهم ليقابل بلاغهن كما قوبلت كل الوقفات الاحتجاجية والمطالبات السابقة إما برسائل تطمينية بلا معنى عن اتفاقات لا تعني المختطفين وليس طرفاً فيها أو بإصرار الميليشيا على استعمال قضيتهم كورقة سياسية تضغط وتراوغ بها كما هو الحال مع كل ما تملك قراره وتسيطر عليه موسيقى موسيقى